هاي كيف كون؟ بنا تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة لبرج الرديل رح حاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية لألك والشريك وكذلك رح تحدث عن الوضع العام رح تحدث كذلك حتى أنا مع زيب رح نشوف شبخة بلون شهر الجون وكذلك رح تحدث عن الأحوال العام لألك ورح نشوف شبخة بلون شهر الجون وفي إمكانية أن تكون قراءة عامة لشهر أوكي بالنسبة لألك يا برج الجدي عم شوفك كأنه التقيت بشخص كتير جدا بهاي كأنه كنت عم تحلم فيه كأنه كانت هذا اللقاء بمحد الصدفي أو كان هذا اللقاء ما كان يعني بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعه يا برج الجدي ممكن نشب بينك مشكل بينكم ومشكل وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض أكثر عم شوفوا لهذا الإنسان كتير أو كنت واخد نظري مغلوطة عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحبها لو شخصية متكبرة بس بالأخير ست معجب أكثر بهذا الإنسان عم شوفك بأنه تريد أنت مغروم بالوقت الحالي أوكي عم شوف فيه غرام كتير كبير بهذه القراءة عم شوفه للشريك كذلك مغروم هذا الإنسان اللي عم تطلع ليد الروفرز هذا الإنسان بحبك كتير عم شوفه عم يتواصل معك بس يعني ممكن الأوضاع الحلية ما عم تخليكم تلتقوا به بعض أكثر بس فيه حب كتير كبير وكتير قوي بينتكن عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوضاء أو الجرية حتى الأسد عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب شخص كتير ناجح وممكن حتى شخصية تشتغل بقطاع التعليم ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعية وإعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر بالوكالات طبع السفر ممكن حدا يشتغل بالمطار أي شيء يخصه بالسفر وكمان عم شوفه لأنه إنساني محب هذا الإنسان محب جدا للسفر عم شوفك كذلك لأنه أنت مشارك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب؟ ليش؟ ليش بقى؟ عشان في حب كتير قوي عم شوفك ممكن نشب بينكم شيء أو مشكل وأنت حاليا أو ممكن أنتوا حاليا مع بعض ما عم تشوفوا بعض أو عندك مشكل مع هذا الإنسان عم شوف في شيء أو مشكل يقع بينك وبين هذا الإنسان يتعلق بالغيرة يتعلق ممكن هذا الإنسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير وهذه الأشياء هم تسبب لك أنت ألم يا برج الردي بنسبة له لأله عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان مشاكل تتعلق بالمال ممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار عندكم مشاكل بالكومنيكيشن أو بالتواصل عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة بس حال ما دان العلاقة فيها حب كتير قوي أنتوا منجديبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكم بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بينك وبين هذا الإنسان عم شوف الوضع الحالي بالرغم أنه في مشاكل حتى ممكن المشاكل الحالي اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري ودهني أكثر ما عم تحكوه لبعض ما عم تقول له بعض هذه الأشياء ممكن أنت عم تحس فيها عم تحس مثلا أنه هذا الإنسان ما عم يتواصل معي جيدا أو ما عم يسأل عني كل وقت أو عم يحسوا أنه مثلا آآ ممكن يحكي مع أحد هذي أحاسيز فقط ما عم شوفه شيء فعليا آآ يعني عم عم تشوفه عم عم تلمسه أوكي ما يعني ما في في او في افتراق بينك وبينه بس ممكن هذه الأحاسيز أكثر تشعرونها أنت والشريك بالنسبة للوضع الحالي عم شوفكم أوكي الحالي عم تحكو مع بعض وفي تبادلات للكلام الحلو يعني في مجال للكومريكيشن الطيبة الحلوة في خط تجادوي كتير عالي بعينك وبين هذا الإنسان عم شوفك كأنه كأنه أنت عندك فكر أو مشوش الفكر أو عم تشك بهذا الإنسان عم شوف في شك كتير كبير و عم شوف في غيري عم شوف في تملك ممكن لأنه أنت عم تحبوا لهذا الإنسان عم تشك فيه و عم شوفك بنواياه الداخلية عم شوفك ما عم تنام عم شوفك شويه عم تحلمك الليلة فيه و عم تفكر بهذا الإنسان عم شوف حتى الإنسان الآخر إنسان طرحة بهذه القراءة عم شوف في مشاكل تتعلق حتى بالعائلة أوكي مشاكل في العائلة كلكن عم شوفكن اتنينتكن في مشاكل تتعلق بالعائلة تتعلق ب للبعض منكم يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني خاصة المتزوجين عم شوفهم كأنه يرغبون بالطلاق أو الابتعاد عن بعض مع أنه في حب مع أنه في غراب مع أنه في كتير شيء تجمعكم بعض ببعض بس في شيء أو في مشاكل دفيني ما كنتو عم تفصحوا عنا عم تخليكن أنتو كأنو كنتو عم تراكموا مشاكلكن عم تراكموا الأشياء اللي كانت بالقلبكن ما كنتو عم تبوحوها بفرد مرة صارت كأنو بوم انفجار يعني انفجرتو ببعض صار كل واحد يريد الابتعاد عن الآخر بس يعني غريب غريب لأنه القراءة فيها نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكشي وهيدا الحب كمين فيها نوع من الراغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض كأنو حد ما عم تفصحوا لبعض عم تخلوا مشاكلكن تخلوها بقلبكن ما عم تقولوها لبعض ممكن انتو هذه المشاعر عم حسا أكثر تجول بالفكر وبالداخل أكثر ما عم تظهروها لعني عم شوف الوضع اللي حالي انتو عم تتكلم وانتو عم تحكوا حتى لو كان في جفا وفي نوع من الابتعاد ولو الطفيف بس عم شوف في كومنيكيشن وفي حاكة عم شوف كذلك على أنو رح اتضلوا هيك يعني يعني أنا عم شوف سراحة وكما يظهر لي إذا ما اشتغلت وما حكيتوا لبعض ما قلتوا اللي بقلبكن لبعض رح تضل هذه العلاقة مرهونة أو كل واحد رح يضل يراكم أشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن وكل واحد رح يقول لحاله أو يحقد على الإنسان الآخر لأنه ما بيفهمه لأنه ما بيعرف شو بده بالحياة لأنه وانتو ما عم تتواصروا ما فيك تفهم أو يغير الإنسان اللي بداخله لو لم تفصح أنت بما في داخلك يا برج الردي هم شوف في كبح للمشاعر العلاقة فيها غموض والعلاقة فيها فيها نوع من الغرابة سراحة ممكن أنتو عم تتعاملوا مع برج الأسد سريطان جوزاء آآ حمل وأقرب حتى برج الرجادة ممكن وبرج الزر بيقول لك أنه 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 صراحة يعني ما صار عندكم آآ في كاميستري كتير عالية أو أتراكشن ما صار أصلا بالعلاقة نوع من الإنجداب يعني كانو العلاقة صارت عم تزبل شيئا فشيئا وصار كل واحد يبتعد بطريقة ثالثة كانو العلاقة ما صار فيها إنجداب كتير كبير وكامينا بيقول لك أنه أحليمك لازم شيء من الواقعية أو الشيء أو تعمل أكشن أوكي آآ يعني إذا بدك أنتو هذا الإنسان أنه تصلحوا الأمور بين عيدكن لازم تفسحوا عن مشاعركن يعني ما رح تضلوا هيك آآ يعني مبتعدين عن بعض ما بتحكوا ما بتقولوا اللي بقلبكن وتتحسن الأمور يعني الصلاة فقط لوحدها لن تفلح يعني الدعوية حلوة جيدة جدا أنه تدعوا الله أكيد لتغيير الأمور بس لازم أنتو تعملوا أكشن عنه أنه تحكوا اللي بقلبكن أنه تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركن آآ بالنسبة كذلك للناس اللي عزيب عم شوفهم آآ كأنه كانوا بعلاقة وهذه العلاقة ستعود من جديد للتظهر على السطح هذه العلاقة كان فيها نوعا من الشك أو الغيرة وكانت علاقة كتير طويلة للأماد عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد ممكن البعض منكن آآ أنتو تتعاملوا مع برج الجديء أو مع برج الميزان الميزان ممكن كذلك على أنه عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن أكتر رح يكون في نوعا من العدل ونوعا من الصفاء الدهني عم ممكن أنا عم شوف حتى خطواتك تجاه هذه العلاقة عم شوف أنه رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس يعني رح ممكن تسامح على الإنسان بالنسبة للحياة العامية برج الجديء عم شوفك ممكن أكتر عم تتواصل على الانترنت ممكن اشتغالك الحالي على الانترنت كذلك عم شوفك عم تشتغل كتير وممكن في حصادي كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر عم شوفك أنه في بادرة خير أو في بادرة أموالة رح تأتي إليك آآ ما تخاف من الخسارة عم شوف فيه اهتمام أكتر بالروحانيات عم شوف ممكن عندك دسجن دسجن أو ممكن عم شوفك تهتم أكتر أو تفكر بالزواج عندك اهتمامات بالزواج عم شوفك أنه أنت تدعو الله من أجل أن تتزوج بهذا السنة أو بهذا الشهر عم شوفك آآ يعني تحقق الأموال بعد التعابين طويل ممكن ما تقول أنه بالوقت الحالي الأوضاع المالية مش جيدة خلاص انتهت الحكاية لأنه عم شوف يوعد بالأموال وتدفق الأموال يا برج الجدي ممكن أكتر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الدهني لأنه عم شوف الدهن مشوش والقلب كدلك حتى هو تعبين اهتم للعائلة كدلك واهتم لكتير أشيء عم شوف يعني عم شوفك عم تشتغل كتير يا برج الجدي عم شوفك تهتم للوضع العملي كتير عم شوف كدلك على أنه عم شوف كدلك عم شوف في تواصلات عم تتواصل بالشركة عم شوف في رساليات في في عم ترسل لشركات ممكن عندك اه ارساليات عم تحصل عليها ممكن حتى اه تترسل مع ناس كتير اه بالشغل على السوشال ميديا كدلك عم شوفك عم تتواصل بالوقت الحالي اه عم شوفك كدلك عندك مصاريف كتير عالية عم شوف في وعد بالنجاح المادي برج الجدي حتى لو كان بيجون او من غير جون اه عم شوف في كدلك اه في ربح مادة او في حدا رح يجلب لك مال اه ممكن حدا اه اقرطه مال رح يجلب لك هذا الاموال عم شوف ممكن هذه الاموال تأتي من العائلة اه او تأتي اه من اه شيء يخص السفر اه او شيء يخص حتى الشريك يعني ممكن الاموال تأتي من العائلة او شيء يخص السفر او حتى من الشريك ممكن هذه الاموال تأتي كدلك عم شوفها لانه ممكن يكون في ابتعاد وفي انزواء بهذا الاسبوع اكتر ممكن عم شوفك تهتم للعمل ونتاج العملي بس الحصاد رح يكون جيد يعني جيد جدا عشوف في ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير من بعض هذه المشاقة رح يكون نجاح عملي ممكن يكون عندك مناوشات بالعمل او في مشاكل خاص للعمل اه في ناس ممكن حدا حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمل اه بس عمتان عمشوف الاجواء اه الطاقة العامة تهتم اكتر للعمل ولا الحياة اليومية يعني عمشوفك يا برج الجدي تهتم اكتر للحياة العملية وعمشوفك اكتر تهتم لما يتعلق اه بعمشوف عندك عندك طموحة وعندك راغبة كتير جامحة بالزاويج اه بعمش